قال لما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له اسرائيلي قال نعم قال له اسلم حتى افعل بك واصنع ووعده في الصرف لما كان بعد سنة جاء مسلما فدعاه المأمون وقال ألست صاحبنا بالأمس قال بلى قال فما سبب اسلامك قال انصرفت من حضرتك فأحببت ان امتحن هذه الاديان وانا مع ما تراني حسن الخط فعمدت الى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وادخلتها الكنيسة فاشتريت مني وعمدت الى الانجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وادخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسف وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الغراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان سبب إسلامي إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنهم لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بيته لا يأتيه الباطل من بيته ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا هو هذا هو كتاب الله الكريم الذي نزد به الروح الأمين الذي نزد به الروح الأمين فما نحن صانعون فيه فما نحن صانعون فيه أيكون رائدنا ودستورنا في حلنا وترحالنا وغضبنا ورضانا ومن شطرها ومكرهنا أم أنه سيكون ضيفاً على الرفوف لا يلحقه البر إلا في رمضان أن أعتصم به ونعض على أنواره بالنواتذ أم نكون كالعيسي في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها المحمول أم تكون أسمعنا أم تكون أسمعنا كالأقمع كالأقمع فتدخل الآيات مع اليمنى وتخرج مع اليسرى ترجمة نانسي قنقر